أطاحت مصالح الأمن الحضرية الخامس بالتنسيق مع مصلحة الشرطة القضائية بأمل ولاية عنابة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والحبوب المهلوسة في الأحياء الشعبية إذن الشبكة متكونة من ثلاثة أشخاص تتروح عمرهم بين 27 و 38 سنة وأصفرت العملية كذلك عن حجز صفحتين من القنب الهندي بالإضافة إلى 1182 قرص مهلوس من مختلف الأنواع التغطية لي عبد الناصر قلال تمكنت عناصرنا بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية عنابة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بتخزين وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات تتراوح أعمارهم بين 27 و 38 سنة حيث تم حجز كمية من المؤثرات العقلية المقدرة بـ 1182 قرص وكذا صفحتين من القنب الهندي إضافة إلى ذلك مجموعة من الأسلحة البيضاء التي كانت تستعمل في الاعتداء على المواطنين ترجمة نانسي قنقر